يعني هو طبعا وعي لافت وافق كل التوقعات من ناحية الإقبال شيء مشرف حقيقة لكن بذكر حضرتك التحديات المحيطة والتحديات طبعا العالمية التي ألقت بضلالها بالتبعية على الدولة المصرية أزمة اقتصادية وصرعات لكن عملت الدولة المصرية حقيقة نتخصص أكثر فيما يتعلق بالتعليم يعني كان على رأس الأولويات في السنوات الأخيرة كيف تبعت أداء قطاع التعليم في السنوات الأخيرة طيب بادي إزباد قبل ما نبتدي ملف التعليم خلينا نقول مجموعة من التحديات اللي واجهت الدولة المصرية عشان نحس قد إيه اللي بيحصل فيه هو إنجاز كبير جدا بكل المقاييس احنا لدينا من 2014 حتى الآن 2014 نتحدث عن دولة الاحتياط النقدي فيها لا يكفي ثلاثة أشهر مشكلة في قلبنا الأطفال في الأدوية في البترول في محطات الكهرباء وإنتاج الكهرباء في السولار والبنزين وغيره كثير جدا من الأزمات عمليات إرهابية في ربوع كتير موجودة في مصر وبالذات في شبه جزيرة سيناء نتحدث أيضا عن ضغط كبير جدا جدا على العملة الوطنية وعلى الجنيه المصري نتحدث عن دولة واردتها ضعف صادراتها منذ ما يزيد عن مئة عام وإحنا عندنا هذا العجز دولة مستهلكة دولة مستوردة لا تنتج الوضع ده علشان نقدر نبص عليه في 23 تعد علينا 3 أزمات كبار جدا 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 لأن تقييم هذه الإنجازات في 2020 قبل كوفيد قبل الكورونا غير بعد هذه الأزمات فإحنا عندنا 2020 أكبر أزمة صحية في تاريخ البشرية أزمة كورونا والدول اللي أغلقت والاقتصاد المصري اللي ما أغلقش في هذا العام وحقق معدل نمو موجب كان الأعلى في المنطقة العربية والإفريقية والثالث عالميا بنتكلم عن الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 وده معناه لدولة مستوردة زي مصر للغذاء الأمح والزيوت والسلع الغذائية ضغط كبير جدا جدا على الدولة المصرية بنتكلم في 2023 على الاجتياح الإسرائيلي لغزة والتدعيات الإقليمية للعضوان لجيش الاحتلال الصهيوني على غزة كل هذه الأزمات معاها نقول بقى أن التعليم من حيث الإتاحة ومن حيث الجودة ماذا حدث صحيح أولا من حيث الإتاحة إحنا بنتكلم على زيادة عدد الجامعات المصرية ل92 جامعة بنتكلم على زيادة في عدد الكليات والمعاهد يتجاوز 2000 كلية و1300 معهد نتحدث عن زيادة في عدد المدارس السنوي العام السنوي الفني والمدارس التعليم الأساسي بنتكلم على دخول أنماط جديدة في التعليم سواء التعليم العالي أو التعليم الفني والعام لم تكن موجودة من قبل قبل 2014 لم يكن لدينا جامعات دولية وهنا احنا هنبتدي نتكلم على الجودة لدينا الآن 9 أفرع ليه جامعات دولية موجودة في مصر لدينا الآن جامعات أهلية وده ما كانش موجود قبل كده في النظام التعليم المصري وهذه جامعات لا تهدف إلى الربح بشكل أساسي ثم لدينا جامعات زيادة في عدد الجامعات الخاصة زيادة في عدد الجامعات الحكومية تضاعف ثلاث أضعاف في البرامج المتميزة اللي بتقدمها الجامعات الحكومية زيادة في المعاهد